بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين متابعي قناة طرف الدبوك اتفارمون او المزرعة واحدة على اليوتيوب النهاردة ان شاء الله حنشوف معاكم اغلب الاشياء التي تؤثر على الزراعات من خلال تجربة المزرعين هل الزراعات سابتة وموعدها سابتة هل كل شيء في الزراعة يعني زي منهج معين المزرعين بيمشوا عليه ولا هي بتختلف من سنة لسنة تعالوا مع ابو حسن راجل مزارع وخبير في الزراعة تعالوا تابعونا كده هنشوفوا معاه ايه اللي اختلف في الزراعة من عام العام ومن وقت الوقت فتابعونا بس ما تنسوش تعملون الله لك الفيديو واشتراك في القناة لان اغلب البيش هادونا غير مشتركين في القناة يعني مهما كان سنك ومهما ان ظرحته مهما ولكن كل سنة فيه جديد وكل سنة تتعلم جديد اه ما يحتكمش عليك انك لا وهي هو هو مش كتاب ده سنة اولى زي سنة الآصة يقعد سنتين عشر سنين زي هو المنهج واحد لا ده كل منهم فيه تغيير يا طب ايه اسباب تغيير في الزراعة يا اعتبر والله ايه مسلا انا ممكن معاك الجو يتحكم في التغيير في الزراعة اه اولا ان الطماطم ديه كان يجي شهر سبعة تبص تلقى مسلا عشر خمستاش العشرين فرمنت مزرع الطماطم حاليا نرمنت ما فيهاش طمطامة العروة الدمير اذا كنا نسموها اه ليه جو اصر بقة الحر طماطم في الاخر ما بقتش تطرح ما تطرحش وفي زرعة كاملة شفت الجدع اللي ورته ليكم فيرس ده اه زرعة كاملة الزرعة اثر عليها كلها تفيرسة يعني نسبة الطرح الفدان المفروض الفدان اللي هو الغمر زي كده يعني ايه يعني مفروض يعني اقل الحاجة يجيب لألف عداية الفدانها ما جاب لاش تلتمية عداية يعني تلت انتاج ورش ومقاومة وكده ده كلها ده الزرعة دلوقت تبقي في الجبال الجبال اول حاجة زرع كلها تنقيض ما في اغلى حاجة في زرع الجبل تمن الشتلة هو لما يجيب لك الطاولة اللي حترمي لها قراط ارض تمام او ترمي طول مقاط مثلا من هنا يعني خمسمائة متر ولا متين متر ولا اه اه اي ان كان ده هو جايبها بربعمل جنيه غال يعني ولكن بعد كده الفدان الحد ميجنع ياخد خمسين كيلو سماد ليه في النقاط وحاجة تسمت في النقاط وحاجة ما معايش الا الرش لا في نظيف زي كده مسلا ولا شغل بالطورية ولا حاجة ناضرة شوية حشيش مسلا زي كده على النقاط هو الزرع صغير وبعد كده الزرع طبعا ايه مفيش عدين شفت الجذع اللي انا عدلته ده وقليتها اهناك يسايبها بينما عايز يروح يروح ليه هو المية تحت تحت الجذر وخلاص وبينما يروح يروح ادي يعني اه برضه بقيت ايه تحس الزرع موفر واكسر يعني فدان التنقيط اخوش له في الفين وكمسمائة عدية فدان الكويس وفي لفيدان عجيب ثلاث تلاف عدية يعني انتاج يعني انتاج طبعا مربح بالنسبة للتنقيط مهما كانت التكلفة والتكلفة مش عالية وقلش لك اعلى حاجة في التكلفة بتاعة الزرع الطماطم في التنقيط اه اللي هو الوطن. ثمان الشتلة. ثمان الشتلة. ولكن دلوقت احنا متحكم فينا الجو. يعني انت شفت شفت ان احنا مسلا هانهاردة احنا يعني اه سبعتاشر حداشر. سبعتاشر النهاردة? اه سبعتاشر. شاف الشمش عامل ازاي? اه. يعني شمش دي ما قولش انه اشتاجة اصلا. اشتاب الليل بس وضمها السقعة قد ما نشفت. بس تلقى الجو شديد. يعني احنا ده يعني احنا ده يعني احنا هو معنى اصح خريف. اه لان اجتمى سمان ثلاثة شهور بس. واجتمى اه ثلاثة شهور. لكنه احنا الخريف برضا يبقى بقى الجو فيه برد و لكن الجو حاليا حاليا حر. يعني يعني انت معاك زرع الكرم. احنا نزرع الكرم اللي هو البلدي ده. تمام? نزرعه من شهر من شهر سبعة. حاليا احنا ما كملناش شهر من يوم ما نقطع في الكرم. كملناش شهر. كملناش عشرين يوم طيب. من يوم ما نقطع في الكرم. ليه? السقعة ما نزلاش. ايه طيب الكرم بغير السقعة. الكرم ده عايز مية. عايز مية. الورق يبقى طريق وقعد يلف. يلف. يلف الله. لما جاف تصبح في الصبح تلقاه جاف زي كده ما يوش مش هيلف الزرع. ها يعني قعد يعمل لك جدة لكن ما لففش. طيب ما فيش سقعة. السقعة كانت تنزل مسلا في اخر تمانية. دلوقت احنا في احداشر وما فيش سقعة. السقعة طب هاو احنا جينا هين. ما كملناش ساعتين زمن والسقعة نشفر. المفروض السقعة تقعد اصلا على الكرم بالحد الساعة احداشر. ام. عشان منا ما يعدي شوية الحر دب يجي العصر يكون السقعة بتاعت المغرب جات. يبقى الجو عايش في طراء. او يبقى الزرع عايش في طراء. طب وين? من العوامل الجو عتأسر في كل الزرع. ام. تمام? ام. دلوقت يعني انت معاك معاك القصب. لو اخش السقعة القصب خاصة القصب الربيعي اللي هو مرمي مرمي متأخر في شهر ستة. يوقع في بطل النمو بتاعه. بس تلقى العود لو العود يقدر انت مسيبة برضه هو قاعد يقدر يقعد شهرين السقعة قاعد بعد شهر اثنين يبدأ يسحب. يمشي. ممكن يعني قبل ما يتكسر الزرع ممكن يجيب مسلا يجيب متر متر ونص. قبل ما يجي معاك القصر بتاعه. مم. هيبدأ يمشي في المرحلة. اول ما يدف الجو الزرع ايه? يبدأ يمشي من روح. فبرضا طب احنا دلوقت داخلين على مصرم زراعة البامية. طب اول حاجة تخوفك في مصرم زراعة البامية وانت تفكر فيها انت ونايم وانت وقتحلم وانت وقايم. طب فيه سقعة السنة دي. ما فيش طب نرمي بدري. ما فيش. طب في ناس بدأت تزرع بامي في الجبن? اه تزرع حاليا. في ناس عتزرع حاليا. اه. خمسطاشر احداشر. وفي ناس تزرع اول اتناشر. وفي ناس تزرع اخر اتناشر. معاك مسلا الهدد بعد يعني بعد ما ميت الجفاف الجي خمسة اتنين. اخر هآخر الزراعات خمسة اتنين عتقود للعشرة اتنين. اخر الزراعات هتبقى عشرة اتنين اللي هي ايه الناس اللي حردت ومجاهزة من القصب بعد ما المياه السد الشتوية الجاي عتروح ترمي. اخر الزراعات وتبدأ معاك الزراعات من دلوقت. وبعد هنا يعني تعمل زي زي الرجل اللي اللي هي لعب لقمار. عير من الظهر ما عرفش شي مسلا انت طبها انت رميت. والله لو جات الجو معاكم ناسر. الزراع حيجني معاك بدري وحيبشي. لو والله ممكن ترمي في الدنين الويكة جبتلهم مسلا في الدنين الويكة جبتلهم سبعة واربعين كيلة تمانية واربعين كيلة تقاوج. جبتلهم اربعين بس. او رميتهم فيهن الجسة قع ما تخليش فيهن ولا نباتة. اربعين في مية وخمسين بكام? ستة لاف. اه. ستة لاف جنيه راحت. اه. عاوز تبدأ تزرع من جديد يعني. طب انت عبدو ان شاء الله هتزرع امتى السنة؟ والله انا ارى مملوخية لان كانت فوق الخيار حسبتها. اه. اه. بتاع عشرة يعني. اه. تنشف. وتتدرس تتحرت الارض. وبعد ما تتحرت الارض ان شاء الله يعني. حنرمي مسلا انا عن المي وقولي حنرمي في اخر اتناشر. اه في نص اتناشر. في نص اتناشر. اه. حتى لو جاءت السجعة ان شاء الله الزرع يكون صغير. طب اه يعني هي السجعة لو نزلت والبامية لسه صغيرة ما تأسرش فيها عبدو? لو صغيرة ما تأسرش فيها. اه. اولا انا رامل من ناحية دي. اه. ناحية دي اكون دفع. انت رام من ناحية الشمس. انا من ناحية الشمس. اه. والصرابة واقفة عدارة معي الزرع والزرع لسه صغير. اه. لكن الزرع كده. اه. الصجعة تاخده. الصجعة الحارقة دي يعني بص عتمش كده زي الهواء. اه. بص تلقى الجزع دبل بعد نص ساعة ساعة بعد. الشمش ما تطلع زين بص تلقى عليه سوت. بص تلقى الارض نفيش. القرنبيد ده عن نمو اول تمانية بس. اه. كل سنة. اه. كل سنة. نرمو اول تمانية. طب السنة هذي تروح بتاع المشتل يأخر لك بالسبوع. والله الشتل مجلس. ليه? رغم ان الشتل هو صابة وشدد عليه المشمع بتاع الحر. لكن الشتل اكل الحر. ياه. مجهزش. مجهزش. والله يحلف لك ايمين صاحب المشتلة يقول لك والله العظيمة اربعمائة صنية اللي اللي كلت هنا الحرارة. اه. اه. اخر معا. بعدنا الاول تسعة حتى للشتل الجهزة. اه.